بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين موضوع محاضرتنا لهذا اليوم المتروك فنقول إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب سمي حديثه المتروك تعريف المتروك لغة اسم مفعول من الترك وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التريكة أي متروكة لا فائدة منها أما اصطلاحا فهو الحديث الذي في إسناده راوي متهم بالكذب أسباب اتهام الراوي بالكذب أسباب اتهام الراوي بالكذب يتهم الراوي بالكذب لأحد أمرين أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة القواعد المعلومة هي القواعد التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحيحة مثل قاعدة الأصل براءة الذمة السبب الثاني أو الأمر الثاني أن يعرف بالكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي مثال على الحديث المتروك حديث عمر بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغدا ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق قال النسائي والدار قطني وغيرهما عن عمر هذا متروك الحديث رتبة الحديث المتروك قد تقدم في المحاضرات السابقة أن شر الضعيف الموضوع ويليه المتروك ثم المنكر ثم المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب هكذا رتبه الحافظ ابن حجر العسقلاني في النخبة وشرحها هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر